هنا الموصل أو ما تبقى من أحيائها هنا يعيش السكان في ظروف إنسانية بالغة السوء في ظل غياب شبه تام للحكومة عن جهودها على تلعمار حتى بلغ الأمر بالأهالي مبلغا لا يجدون فيه المياه الصالحة للشرب رغم مرور ما يقرب من عام على انتهاء العمليات العسكرية في المدينة مشكلتنا الماء الماء ماكو البواري كلهم كسغ لا يجون يعملونه أخي ما ما يعني أسأل الناس أشتشغب أشتشغب تانكرات يجون ما يكفي ما يكفي للناس يشغبون يغسلون يسبحون أشتش يعملون استهداف محطات المياه أثناء الحرب خلف كارثة إنسانية وصحية كبيرة بسبب انتشار الأمراض الناتجة عن شرب الأهالي مياها لا تصلح للاستخدام الآدمي ما ينذر بتفاقم الأمر ما لم يستدرك المياه خابط نطعم حتى ما عندنا نشربه نعقمه نشربه نطعم مرات فيه كل شيء مثل الدود يعني ما عندنا نجرعه والله مرضى كتنا مرضى منه وبينما تغيب مياه الشرب عن سكان أحياء الجانب الأيمن من الموصل تغمر مياه الصرف الصحي بعض الشوارع بل وتمتد لتغرق البيوت لتضيف بعدا جديدا لمعاناة المواطنين يهدد صحتهم بانتشار الأمراض ويهدد بيوتهم بالانهياري وهي المتصدعة أصلا بسبب الحرب لا ماء لا كهرباء وإحنا أهم شيء عندنا الماء كهرباء أكون مولدات تشتغل وماء يعني هذا المجاري هذا المجرس صندوقي راد له علاجي راد له هذا شوف التصورة عيطلع جو البيوت يعني يعني آسه هذا القرى الوراك أكون مثلها في بيتي داخل البيتي بالسرداب مال البيت موجود هذا بطبيعة الحال وبحسب ما يقوله المواطنون سيظهر السياسيون في تلك المناطق ويعلقون لافتاتهم الانتخابية سعيا للبقاء في مقاعد السلطة والنفوذ مطلقين من الوعود ما يكفي لحل كل مشكلات العراق خارش والله تلمعي هنا ما يكون يعني بيوت طافة هذه المفروض يجون المسؤولين احنا نطالب المسؤولين يجون يجون وشعونها الماء خليطلعون هي بس من الانتخابات يجون على قنصورهم خليجون هذي المايات والهذي الماي كله تطافة بيوت العالم السرداب ملت الماي الماي ما الشرب ماكو موسم الانتخابات سينقضي وسينطلق السياسيون إلى مقاعدهم الوثيرة في حين يبقى العراقيون في الموصل وغيرها ينتظرون من يوقف معاناتهم موسيقى موسيقى موسيقى